اشتركوا في القناة مياه البحر ولا ايضا الزراعات الكبرى في الجنوب فقطاع التكوين والتعليم المهني اضافة الى تخصص الامن السيبراني وغيره من التخصصات التي سيشهدها الدخول القادم ان شاء الله وهذه كلها ايمانا من القطاع بانه قطاع مرافق لاستراتيجية الدولة نفكر في الدخول القادمة على ان يكون هناك مراكز ومعاهد جهوية ربما تكون 4 الى 5 معاهد جهوية متخصصة في الاعلام والاتصال وفي تقنيات الاعلام والاتصال وايضا سنوسع رقعة تخصص الامن السيبراني الذي فتحناه في دورة فبراير 2024 لكي يكون ايضا مرافقا للمؤسسات الاقتصادية الكبرى في الجزائر ترجمة نانسي قنقر